موسيقى حلقة جديدة من فضاء حر نناقش فيها ما بعد اختطاف قيادات حزب الإصلاح وإحراق مقراته في مدينة عدن أهلا بكم موسيقى على واقع الاحتفال بثورة الرابع عشر من أكتوبر تبدو الأوضع في المحافظات الجنوبية مرشحة لمزيد من التعقيد في خطوة يراها المراقبون مؤشرا على ذهاب الوضع في عدن والمحافظات الجنوبية نحو مرحلة متقدمة من الأزمة قامت عناصر أمنية باقتحام وإحراق مقرات تابعة للتجمع اليمني للإصلاح واعتقال عدد من قياداته وأعضائه استنكرت فعاليات مدنية هذا الإجراء إلا أن مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن خرج في تسجيل مصور يتحدث عن أن هذا الإجراء مجرد بداية لعمل تزمع الأجهزة الأمنية استكماله وتحدث عن استهداف سيطال كافة الأحزاب وفي مقدمتها الإصلاح بتهمة الإرهاب كما قال شلال وإذا معرفت تبعية الأجهزة الأمنية التي نفذت الإجراء وهي الحزام الأمني الذي يتبع الإمارات وقيادة التحالف في عدن فإن العملية تشير بشكل واضح إلى وقوف التحالف خلف استهداف الأحزاب اليمنية وفي مقدمتها حزب الإصلاح أكبر القوى السياسية في هيكل السلطة الشرعية وفي مواجهة الانقلاب وهو ما يعني إعاقة عمل السلطة الشرعية وتفجير الأرضية التي تقف عليها بدلا من مساعدتها بحسب الهدف المرسوم للتدخل العربي قبل أكثر من عامين لماذا يستهدف الإصلاح في عدن وما هي تداعيات هذا الاستهداف على الوضع في عدن وعلى المشهد اليمني بشكل عام وماذا يريد التحالف العربي بالضبط في اليمن هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا مع صحفي صراح ساقلدي من عدن ومن اسطنبول سننضم إلينا الباحث والمحلل السياسي نبيل البكيري أهلا بكم ضيفياء الكريمين واسمحا لي بأن أبدأ معكم بسؤال مشترك وهو يتعلق بتفسير كل منكما للممارسات التي تحدث الآن في عدم قبل أجهزة أمنية تجاه حزب سياسي وبداية معك أستاذ صلاح نعم مساء الخير ومساء الخير أستاذ المشاهدين جميعا في البداية استخداف الأحزاب واستهداف القوى السياسية عمل لا يمكن قبوله من ناحية المبدأ ولكن إذا خيرت أنا شخصيا ما بين العملية السياسية والنشاط الحزبي بكفة أول الوضع الأمني وسيادة الوضع الأمني بكفة أخرى لا أختلفته الأخير بدون أي تردد فالإجراءات الأخيرة التي اتخذت الأجهزة الأمنية في عدم كان لها ما يبررها على الأقل من ناحية هذا من وجهة نظري أنا ففي الأول الأخيرة عاد الإرهاب ليطل برأسه مرة ثانية على المدينة من خلال عملية التفقيرات وعملة استهداف واغتيالات شخصيات معروفة وبالتالي فإن كان الأمر مرفوضا باستهداف الأحزاب واستهداف العملية السياسية باعتبار أن هذا الاستهداف يمس أركان الدولة المدينية وينال من أهم قواعد الأساسية ولكن بالتأكيد هناك أولوية عن أولوية تفرق كثير فوضع الأمني في عدنه برغم تحسنه الملحوظ كثيرا مقارنة مع ما كان قبله قبل عام تقريبا إلا أن التهليل لا زال يشكل خطرا كبيرا على المدينة وبالتالي فكنت أتمنى من حزب الإصلاح ومن كل القوى السياسية أن تصطف وراء المؤسسات والأجهزة الأمنية الرسمية وفرق كثيرا ما بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الأمنية الرسمية بدلا أن تصطف بمواقهتهم أستاذ صلاح في هذه الجزئية كيف تفسر لنا مواجهة الحزب الإصلاح للمؤسسات الأمنية في عدن ما هي مؤشرات هذه المواجهة بين حزب الإصلاح والمؤسسات الأمنية ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن حالة الإغتيار الأخيرة التي حدثت مؤخرا هي طالت قيادات في الإصلاح فكيف يمكن تفسير أن الإصلاح هو سبب فيها دعيني أقول لك أمر لابد من أن أشير ليه هنا بالضرورة أن الخلاف في الإصلاح مع الإمارات ومع القوى السياسية أتمنى أن لا ينسحب هذا على الساحة والورقة الأمنية فالغياب الأمن وضياع الأمن هو مأساة كبيرة على القميع ومن يعتقد أنه بإسقاط الأمن بينه سيسقط شلال أو سيسقط الحراك الجنوبي بالعكس سيسقط المدينة كلها وسيسقط القميع في براثن هذا الغول المتوحش وبالتالي دعيني أولئني بالشيء يذكر دعيني أذكر في عام 1994 عندما دخل الإصلاح عندما دخلت سلطة ما بعد يوليو إلى عدن كان أول إجراءات تخذتها تركي السلطة هي الهجم على مقارات الحزب الاشتراك اليمني والأحزاب الأخرى على صغراء وبالقرر الذي وقفنا ضد الإصلاح حينما كان هو الجاني فإذا شعرنا يوما من الأيام اليوم بأن الإصلاح بالطرف المستهدف كما كان بالطرف المعتدي في عام 1994 فإننا لنتردل وقد عانينا من السجون ومن مظالم السجون ولكن بالأخير أتمنى على الصلاح أن يغادر دائرة الأنانية ودائرة الانتهازية ويستشعر بخطورة ضياع الأمن فخصومته مع الإمارات وخصومته مع الحرافة الجنوب وخصومته حتى مع سلطة عبد الربو مع الشرعية الذي يفقده هذا أهمية الأمن نعم أستاذ صراح كنت أسألتك عن مؤشرات هذه المواجهة بين الإصلاح وبين مؤسسة الأمنية ولازلت أنتظر الرد منك أما فيما يتعلق بالجزئية الأخيرة من طرحته فلا يبدو أي خصومة بين الإصلاح وبين الحراك بالعكس سمعنا بيانا للإصلاح يبارك حتى المجلس الانتقالي الذي كان في مواقهة الشرعية أيضا لا يوجد خصومة بين الإصلاح وبين الشرعية الخصومة الوحيدة ربما أو الانتقادة التي تصدر من قيادات إصلاحية وأفراد إصلاحيين حول بعض الأداء للإمارات فهل أنتم وكلاء للإمارات في عدن؟ لتصفية خصومتها عبركم لا فيما يتصرفه الآمن برغم الأخطاء التي تحصل وبرغم التجاوزات والتي انتقدناها كثيرا وقال لنا وقلدنا الآمن كثيرا عندما ارتكب تقاوزات كثيرة ولكن عندما نقد إن الآن مستهدف من الجميع ومن حزب الإصلاح فإننا لا نتوانى بالوقوف معه بصراحة أما مسألة أن الإصلاح لا توقع له خصومة الحراك الجنوبي فربما هذا يوجد عندك انتي ويوجد عند قطاع واسع من الإصلاح لكن داخل الإصلاح في قوات ناصب الحراك الجنوبي الخصومة الشديدة وترى فيه بأنه يشكل تهديلا على مستقبلها على الأقل في الجنوب كيف؟ كيف ستصلاح؟ فسر لنا فلن يعني يعطينا في صورة هذه الخصومة أو هذه المناصبة العداء كما وصفتها أنت بين الإصلاح وبين حراك الجنوبي من خلال مؤشرة على الواقع أو أحداث على الواقع نعم لا تنسي أن الحزب الإصلاح يرى في حراك الجنوبي أنه حراك انفصالي وهذه بحدداتها تضع الجميع مخترق طرق بدون أدنى شك وبالتالي في أي خطوات أو أي نجاحات يرى الإصلاح بأن الحراك الجنوبي سيحقق سواء في الساحة الأمنية أو غيرها يرى أن هذا يفكر بأنها تشكل خطورة على مستقبله في الجنوب وأن هذا سيكون على حسابه أعرف لماذا هذا التفكير أنا سمعت هذا كثير من شخصيات إصلاحية كبيرة وليس من قرر نشاطها إصلاحية أستاذ صلاح هل أفهم من كلامك بأنه مطلوب من حزب الإصلاح ومن الأحزاب الأخرى وربما هذا ما فهمناه من إشارة شلال شايع اليوم في أن الإصلاح هو واحد من أهداف الأحزاب التي أصبحت هدفا للأجهزة الأمنية هل مطلوب من الإصلاح الآن ومن الكونات الأخرى أن تكون صورة طبق الأصل من الحراكة الجنوبي ومن توجهات الحراكة الجنوبي ألا توجد مساحة للاختلاف في عدن هذا ما يمكن أن نفهمه من خلال طرحك أنا هنا لا أدافع عن تطريحات شلال ولكني أدافع عن المؤسسة الأمنية وعن الخطوات التي ينبغي أن تتخذ بهذا الصدد أما الإصلاح هو تقريبا وإن كان يقول بأنه أنا لا أرى مبررا لتراجع حزب الإصلاح من إصلاح صنعاء إلى أسقاط شلال بشكل هذا أنا ما لمسته وبشكل متطرف كثير جدا من كتابات وتصريحات صلاحية سواء في جنوبية أو في صنعاء أو بالخارج طيب أستاذ صراحي إذا ما أخذنا الموضوع بشكل قانوني بحث ومؤسساتي هل ما قامت به أجهزة الأمنة في عدن تجاه شخصيات سياسية وقيادات حزبية ومقرات حزبية من اعتقالات وإحراق لهذه المقرات وبشكل غير قانوني ومداهمة منازل في وقت الفقر خارج يعني السياق القانوني أيضا للضبط هل هو منطقي هل تتوقع أن يتقبلوا الآخرون في الوقت الذي ينتظر كان فيه أبناء الجنوب وليمنيونة جميعا نتائج التحقيقات السابقة لعشرات الحالات من الاغتيالات السابقة التي أعلن شلال من قبل أنه تم القبض على مرتكبيها نعم بالنسبة للإقراءات القانونية فلا أعرف بالضبط هل اتبعت هذه الإقراءات ولكن ما أعرفه إن المساس القضائية هي معطلة للأسف وخصوصا النيابات العامة وبالتالي أي جهد أمني سيكون ناقص ولا قدوة منه في ظل غياب السلطة القضائية والنيابات تحديدا وبالتالي إذا كان الحديث عن إقراءات قانونية فأنا لا أعتقد أن هناك ستكون إقراءات قانونية كما ينبغي إذا ما نظرنا إلى أن البلاد مشلولة تماما بمؤسساتها جميعا فلا مؤسسة سواء قضائية أو أمنية أو إدارية تعمل بشكل مضبوط في عدن على الأقل فكل المؤسسات عملها مشلول وعملها لا وقيد لها أساسا وبالتالي فالحديث عن إقراءات قانونية هو حديث عبثي بكل تأكيد طيب طالما الحديث عن إقراءات قانونية حديث عبثي إذن الدفاع عن الأجهزة الأمنية طالما هي تعمل في هذا السياق وبدل أن تقوم بالضغط باتقاه تفعيل الجهاز القضائي في عدن تذهب الآن لفتح جبهات قديدة والزق بمزيد من المدنيين ومن السياسيين في السجون قبل أيام أو يوم أمس تحديدهم تم الإفراج عن العشرة من المتحفظ عنهم هذا خطوة قيدة ولكن أقول لك بأن غياب النيابات العامة وغياب القضاة هو عامل محبط للأجهزة الأمنية ونقطة ضعف ويضع الأمن في دائرة الاستهداف من كل القوى السياسية والحزبية ومنها حزب الأصلاح بكل تأكيد للأسف نعم طيب أستاذ صلاح طالما تتحدث عن إجراءة عن جهاز أمني في عدن تتحدث طبعا عن جهاز أمني باعتبار جهاز تابع للدولة ولذلك على الجميع أن يحترم إجراءاته كيف تفسر عدم حضور مدير الأمن اليوم في اجتماع رئيس الوزراء في اجتماع اللقنة الأمنية؟ لا أعرف هل هذا التمنى عن قصد أو لظروف خاصة ولكن إن كان هناك تمرد إن اعتبر هذا تمرد فبمقدور الحكومة أن تزيحه مثل ما عينت إذا ابترضنا أن الغياب لم يرق لهذه الحكومة وكان غيابه متعمدا نعم المشكلة الخشية أن تزيحه كما زاحت من قبله وتدخل إمارات كما تدخلت في مرات سابقة إذن انضم إلينا الآن أستاذ نبيل البوكيري وهو معنا من إسطنبول عبر السكايب مرحبا بك أستاذ نبيل أستاذ نبيل هل تسمعني؟ أسمعك أسمعك طيب أستاذ نبيل كنت أتحدث عن موقفك وتفسيرك لما حدث مؤخرا في عدن ما حدث في عدن هو باختصار جزء من المشهد الإنقلابي أو تكرار سيناريو صنعه في عدن استكمال تقويض لمؤسسات الدولة بعد إزاحة منع عودة رئيس الجمهورية منع الحكومة من مزولة أعمالها بشكل جيد يعني هو سلسلة ومسلسل من الأعمال التي تقوم بها الميليشيات المدعومة إماراتيا وتحت غطاء شرعية أيضا فيما يتعلق بجهاز أمن عدن هذا الجهاز الذي اليوم يمارس القمع ويمارس الاختطافات والاعتقالات وتدمير ممتلكات أحزاب سياسية في العاصمة عدن أنا بأعتقد اللي حصل هو مقدمة لأعمال عنف أو لخيار عنف تتبناهم هذه الميليشيات التي تم تأسيسها خارج مؤسسات الدولة والنظام القانون هي ميليشيات مسلحة أشبه بميليشيات بلاك ووتر التي يتم استخدامها خارج الأعمال الأخلاقية والسياسية لدولة النظام القانون وإنما يتم استخدامها لقبل لحساب والصالح أطراف لها أهداف وأجندات واضحة في عدن وفي اليمن من خلال السعي الذي يسيطر على الموانئة اليمنية من خلال السعي الذي يسيطر على إرادة وحرية اليمنيين وتحويلهم أشبه بدولة فاشلة أشبه بدولة فاقدة لسياداتها وتحويلهم إلى كنتونات متقاتلة ومتصارعة هذا الذي يحصل يوم في عدن هو جزء من هذا المشهد الذي تم رسمه على امتداد وتخطيطه على امتداد أكثر من عامين من الحرب التي دارت على هذه الأرض وضحها من أجل اليمنيون بأغلى ما لديهم من شباب وأبطال في القنوب وفي الشمال على حد سواء طيب أستاذ نبيل أنت تتحدث الآن عن ميليشيات مسلحة خارج القانون لكن هذه الإجراءات تمت أو نفذت على أيدي الأجهزة الأمنية في عدن وبهر مدير أمن عدن في تسجيل مصور يوم أمس ليؤكد بأن هذه الإجراءات تمت من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة كيف يمكن اعتبار ما حدث عمل ميليشيوي خارج إطار القانون؟ هو عمل ميليشيوي خارج إطار القانون لأنه يتم مداهمة مقرات حزبية واعتقال قيادات مدنية وحزبية أيضا خارج إطار مؤسسات السلطات القضائية والنيابة العامة التي من حقها أن تصدر مذكرات إيقاف بحق المطلوبين أمنيا في حالة وجود شكاوي بهؤلاء المطلوبين أما أن يتم أن تذهب مثل هذه الميليشيات وتقتحم منازلهم ليلا وتحرق مقرات أعمالهم ودون أي غطاء أو سلطة أو مذكرة توقيف من السلطات القضائية والنيابة العامة باعتقاد هذه أعمال لا يمكن أن تقوم بها سوى ميليشيات متمردة وميليشيات خارج إطار السلطة القانون والنظام والدستور وبالتالي هذا الذي يحدث اليوم أيضا هو يلقي بضلاله أيضا بجملة تساؤلات على موقف الحكومة الشرعية ورئاسة جمهورية من هذه التصرفات التي تنتهك بسور والقانون وتنتهك حقوق الإنسان بانتهاكا واضحا وصريحا في الاعتداء على حقوق الناس وحقوق الأبرياء ووزد بهم دون تهم واضحة أو محددة نعم طيب أستاذ صراح إذن يعني تحدث الأستاذ نبيل عن ميليشيات خارج القانون بالنظر إلى الفعل الذي تقوم به هذه الأجهزة ألا تتفق معه بهذا الطرح وأن ربما القوى السياسية سكوت القوى السياسية عن هذه التصرفات وإن صدرت عن مؤسسات ربما تكون تابعة شكليا للدولة يعني عار على هذه القوى السياسية وخاصة الحراك الجنوبي الذي لديه سقل نضالي سلمي طويل في الينوب نحن نتحدث هنا عن الأجهزة الأمنية الرسمية بقيادة اللواء شلال وهي القهة الأمنية الوحيدة المنضوية تحت المؤسسة الأزمنية الرسمية خلافة للتنظيمات الأمنية الأخرى التي لا اتفق معها ولا مع التشكيلات ولا مع الأغراض التي انشئت من أقلها أما بخصوص الميليشيات التي تحدث عنها الأخ البكري فالأمن المتحدة قبل أيام صنفت من ضمن الأطراف بالقائمة السوداء وضعت السلطة الشرعية والميليشيات التابعة لها في هذه القائمة السوداء والسلطة الشرعية معروف من هي هي قرابة 90% هي حزب الإصلاح دعني أسألك وأسأل الأخ الضيف وأسألك والمشاهدون جميعا عن الإجراءات التي تتخذها حزب الإصلاح في مارب على صغر مارب وعلى عدم أهميتها مقارنة بعدا هناك عشرات من المعتقلين وهناك السجون لم يتم السماح لأحد ولا للمنظمات المحلية حقوقية ولا خارجية بالاقتراب منها والتحقيق عن وضعية السجنة هناك فإن كانت مارب بما تشكله من حالة استثنائية هامشية مقارنة أربعة مع عدن يتخذ فيها كل هذه الإجراءات الأمنية وكل هذا التعاطف ضد المخالفين للرعي فكيف بعلن ومن هي علن بالنسبة للجميع في مأرب يتم اعتقال الناس عبر الهوية الأسرة وعبر هوية الهوية الطائفية طيب أستاذ صلاح حتى لا نذهب بعيدا إلى مأرب نعم لأن هذا النقاس ربما يقرنا إلى صنعاء وإلى مناطق أخرى وهي ليست في سياق نقاشنا لهذه الليلة يعني ما طرحته ربما لا نسمعه إلا منك الآن ربما أو من بعض الأصوات وطالما قد أشرت إلى تقارير منظمات الدولية منها تقرير أمم المتحدة ومؤخرا بتصنيف التحالف العربي طبعا هي لم تصنف الإصلاح لما صنفت التحالف العربي كداخل القائمة السوداء ونتحدث عن تحالف العربي ضمنه الإمارات تحدثت أيضا تقارير دولية عن سجون سرية في الإمارات وإقراءات كثيرة خارج القانون الحزام الأمني أيضا هو خارج سياق وزارة الداخلية إذن نحن نتحدث فعلا عن تشكيلات خارج الدولة وخارج السياق القانون يعني ألا يتطلب ذلك من الوطنيين في عدن تحديد موقف واضح وصار امتقاه هذه التشكيلات وهذه الممارسات في الجنوب إذا استطرنا عدن لا وجود لدولة حتى نتحدث عنه أن هناك ميليشيات خارج الدولة فلا وجود أصلا للدولة من أنساسه فبروز هذه الجماعات وبروز هذه المكونات المستمهة بالأمنية هي أتت عندما وقدت فراغ من الدولة فغياب المستمهات الأمنية الرسمية التي كانت موجودة قبل الحرب وقبل 1994 تم تهميشها وتجاهلها اليوم وأنشأت ظهيرا لها هذه المكونات والمسميات الأمنية وهذا لا يتحمله الحراف الجنوبي ولا يتحمله مدير آمن عدن فالأوضاع حارق السيطرة تماما إذا استثننا عدن فقط طيب من تقبل قليل تتحدث عن أجهزة أمنية واحترام إقراءة الأجهزة الأمنية والآن تتحدث عن غياب الدولة في عدن نعم في عدن أقصد طيب تتحدث في عدن إذن هذه الإقراءات هي إقراءات خارج سياق القانون وخارج سياق الدستور ولا يمكن إلا أن تكون إقراءات أو ممارسات عصابات مسلحة هل تسمعيني؟ نعم أسمعك أستاذ صلاح تفضل نعم مثل ما تكلم السلفا بأن مؤسسات الدولة القانونية وغيرها معطلة تماما عن عامل والحزب الصلاحي يكون بالضرورة الشريك لأنه يمثل الجزء الأكبر من الشرعية وبن الحكومة التي يوجد لها الثقل الأكبر داخل هذه الحكومة والتي من المفروض أن تكون على عاتقه وجود المؤسسات ووجود القانون الذي تطالبه اليوم أنتم بأن يطبق على من نال منكم اليوم بالمقرات أحزابكم وليس مننا يعني هي ليست مقرات حزب سياسي لماذا تنسوا أنكم الحكومة وتطالب الآخرين بأن يكونوا هم الآمن وهم القانون وهم المؤسسات وهم الدولة طيب أستاذ صلاح ولكن لسنا الحكومة على أي حال نحن نحن لس الحكومة نحن إعلاما الآن والناقش لا ولكن على الأقل تمثلون نصف الحكومة إن لم يكن أكثر تتحدث عن إصلاح تتحدث عن إصلاح سوى صلاح نعم عن الإصلاح نعم طيب إذا كنت تتحدث عن الإصلاح كممثل نصف الحكومة كما تقول أنت نتحدث عن حزب سياسي شارك في الحياة السياسية ولديه تاريخ طويل أيضا في العمل السياسي ونتحدث أيضا عن حزب شاركت قياداته وأفراده في المقاومة الجنوبية لما هذا الاستهداف لهذا الحزب ألا تعتقد بأن هذا الاستهداف ربما سيطال بعد ذلك كل المكونات السياسية وكل من يمكن أن يختلف مع من يقوم بهذا الفعل خاصة أننا رأينا اغتيالات طالت شباب ربما بتهم مختلفة من قبل الحزام الأمني كأمقد عبد الرحمن وقبله عمر باطويل نتائج هذه التحقيقات لم تظهر وهذه الممارسة تحصل على مرأة ومسمع الجميع نعم أنا تكلمت أكثر من مرة وقلت إن كان الاستهداف هذا يتم للإصلاح كحزب واستهداف له كفاحل سياسي وكمكون سياسي فهو عمل مرفوض ولكن تم استهداف مقره لإعتبارات أمنية بحته هذا حسب ما سمعته من أكثر من مسؤول أمني في عدن وبالتالي هناك لا بد أن نفرق أي اعتبارات مقنعة يمكن أن تبرر إحراق مقر حزب السياسي لعملية الإحراق هذه لا لست متأكدا هل قام بها الأمن أو لا ولكن ما أنا متأكد منه أن الأمن أقتحم مقر إصلاح في القلوعة وأعتقل عدد من النشاطة الإصلاح هذا ما أنا متأكد منه أما مسألة حرق مقر فهل استمتأكد أنه وبالتالي لا أستطيع أن أعلق عليه أبدا طيب في حال ثبت أن الأجهزة الأمنية أستاذ صراح يعني في حال ثبت أن الأجهزة الأمنية طبعا وإحرق المقار قاء بعد ساعات من تحريض وتصريحات لإشلال شايع حول استهداف حزب الإصلاح كجهة إرهابية إذا ثبت فعلا ولم نسمع تعليق طبعا من الأجهزة الأمنية تنفي ذلك وشهود العين تتحدث عن مجاميع يعني ملثمة تابعة مكافحة الإرهابية من اقتحمة المقر وأحرقته كيف تعلق على هذا السلوك أعيد وأذكر على الحكومة أن تتخذ الإقراءات المناسبة التي تراها هي وبالتالي لا تكون الحكومة والأصلاح يضع نفسه حاكم ومظلوم في نفس الوقت فهذا تناقض صارغ أنا أقل فيه طيب كيف تنظر إلى تصريحات رئيس الحكومة اليوم بن دغر وقد تحدث عن ضبط النفس على جميع الأطراف لضبط النفس وعدم الإنقرار نحو التصادم والاشتباك أنا ترى أيضا أن هذا التصريح ربما إشارة مبدئية للفت انتباه جهزة الأمن في عدن للتوقف وعدم التمادي في إقراءتها الأمنية تجاه الحياة السياسية في المدينة بدون شك هذا تصريح سياسي مغلف وليحاول فيه أن يستثير أي طرف وبالتالي هو تصريح مهاد وحاول أن يؤثر على الطرف الذي يعتقد بأنه تجاوز حدوده بلغة دبلوماسية هادئة طيب أستاذ صلاحي طالما الحكومة تحدث حتى اللحظة بلغة دبلوماسية هادئة وبهذا السلوك لماذا الأجهزة الأمنية ونحن نتحدث الآن عن تمثيلها للحراكة الجنوبي للأسف الشديد لماذا لا تلتقط هذه الإشارات وهذه التصريحات الهادئة والدبلوماسية وتقدم نموذ القيد ليس فقط لطمن الشارعية وإنما لتطمن الشارع الجنوبي نحو مستقبل سياسي آمن ربما يقوده المجلس الانتقالي مستقبلا هذا على افتراض أن الاستهداف تم للإصلاح كحزب وكمكون سياسي وليت للمعلومات أو دواعي أمنية بحسب مفهومي أن الإجراءات التي اتخذت هي اتخذت عن الإصلاح بعد معلومات ثبتت على الأقل حسب ما يقال ثبتت صحتها بأن وجدت هناك خير وهناك ألغام موجودة في مقار الحزب في القلوعاء وقيل أن هذه الزخائر وهذه الألغام موجودة من الحرف ولا أعرف أن صحت هذه المعلومات كيف لمثل هذا الزخائر وهذا البحث الخطير أن تبقى طول هذه الفترة في مقار حزبي سياسي نعم أستاذ صلاحي أنا لا أدري إلى أي مدى أنت مقتنع فعلا بالكلام الذي تطرحه أن ترنع الشط سياسي ومؤمن بالتعددية السياسية والتنوع على أي حال هل تعتقد بأن هذه المبررات مقنعة ومنطقية ويمكن أن يتقبلها أي شخص مؤمن بالحياة السياسية والتنوع والتعدد والمكتسبات التي استطاع للمنيون أن يراكمونها خلال سنوات طويلة من النضال للوصول إلى ما وصلنا إليه من التعددية السياسية ألا ترى بأن هذا يضرب في صميم كثير من النضالات التي كان قد راكمها كثير من اليمنيون خلال السنوات الماضية ومنهم الحراك القنوبي لا تنسي أن الهاجس الأمني هو الهاجس المسيطر على الساحة تماما وبالتالي فما دون ذلك يكون هو استثناء فالوضع الأمني في عدن هو لازال في وضع خطر جدا وبالتالي فأي إجراءات وأي خطوات وإن طالت وإن تقاوزت بعض الأحزاب ينبغي أن يتم التفاهم لها فالوضع الأمني لازال مستهدف من الجميع في عدن هنا على الأقل وبالتالي أرجو أن يتم أرجو اسمحي لي أرجو أن نحافظ على الخط الفاصل ما بين التطلعات السياسية والأهداف السياسية وضرورة تثبيت الأمن وسيادة الأمن على الأرض طيب يعني على أي حال هذه الإجراءات حدثت في وقت كان فيه الأمن مستتب إلى حد كبير طيب أستاذ صلاح ألا تعتقد بأن هذه الاستوانة وهذا الطرح وهذه الممارسات هي نفسها الممارسات والاستوانة والخطاب الذي سمعناه قبيل إسقاط العاصمة صنعاء الذي كان يتحدث عن الإصلاح كهدف وكخصم وكجماعة إرهابية لنكتشف في الأخير بأن الهدف والدولة وكل المكونة السياسية في البلد لا أقبل أن تضعينا موضع مقارنة بهذه وكأن الحراك الجنوبي الذي يمثل ثورة شعبية السلمية كأنه مجموعة من القتل واللصوص والخارجين عن القانون وعايشين خارج هامش التاريخ أبدا فما يتم اليوم في عدن وبالجبهة الأمنية هو من صميم عمل كل المواطنين وكل الشرفاء وليس فقط مهمة الحراك الجنوبي ولا مهمة شلال شايع ولا مهمة عيدروس ولا مهمة عبد العزيز المفلحي ولا غيرها فهذا فالأمن وأنا هنا أكرر أن الأمن هي مسؤولية جماعية مسؤولية جماعية ويجب أن تفرق الأحزاب ما بين عملها وما بين ضرورة استثبت الأمن فبمقدور هذه الأحزاب أن تنفذ أهدافها خارق الأسوار الأمن وأتمنى أن لا يظل الإصلاح يقر خصوماته مع الإمارات ومع الحراك ومع عبد الرب منصور داخل الساحة الأمنية أتمنى أن الإصلاح أن يرتقي على الأقل مرة واحدة إلى مستوى التحديات التي تعصب بالبلاد طلبت منك قبل قليل أن تضعنا في تفاصيل هذه المربع التي تحدث عنه مربع العبث الأمني للإصلاح حتى الآن لم أسمع منك إجابة حتى نفهم فقط ما هي الخلفية وتحدثت أنت مرارا بأن هذا الاستهداف ليس للحزب الإصلاح كحزب سياسي وإنما لإجراءات أمنية احترازية يعني ضعنا في هذه التفاصيل حسب المعلومات التي توافرت لديها بأن المعلومات التي رصدها الآمن قال قالت كثير من المصارد داخل الآمن بأن معلوماتها كانت صحيحة وأنها ستقدم للأجهزة الأمنية هذا ما قيل وسننتظر إلى أن تكشف الأمور لا أستطيع الآن أن أكذب أو أن أكد ما قيل ولكن هذا ما أعلن وهذا ما سننتظر سننتظر نتائجه بالأيام القادمة وعلى الإصلاح أن يثبت أن هذه القذائف أن تبتت فعلا نقول أنها ليست لا ولا كان يسترح منها أي غرض لزعزعات الأمن نعم إذن أستاذ نبيلي تحدث الأستاذ صراح عن استهداف الإصلاح كجزء من إقراءات أمنية للحفاظ على استثباب الأمن في المحافظة وليس استهدافا لكوني حزبا سياسيا كيف تعلق سيد نبيل نعم إذن يبدو أن هناك مشكلة كبيرة مع ضيفنا نبيل البوكيري ويبدو أنه ستتحول اليوم النقاش الثنائي مع الأستاذ صراح إذن طيب أستاذ صراح تحديثك الآن عن هذه الإقراءات الأمنية وهذه الاتهامات ألا تدعو الناشطين السياسيين والذين يعرفوا تماما القيم المؤسسية والأمنية لأي دولة أن تصدر أيضا موقفا حول هذه الإقراءات إقراءات إلقاء تهم جزافية تجاه قيادات سياسية بعينها ومهاجمة مقرات وإحراقها ألا تمس في مؤسسات الدولة وفي هذه المؤسسات تحديدا وفي شرعيتها وفي كونها مؤسسات محترمة يعني وتسير وفق القانون والدستور نعم عندما أدافع عن العملية الحزبية وعملية السياسية لا أدافع عن حزب بعينه ولكن أدافع عن المبدأ الأساسي للدولة المدنية التي يجب أن تسود وبالتالي فأنا هنا لا أبرر لا أبرر أي إقراءات أمنية مبالغ فيها وتستهدف الأحزاب كأحزاب سياسية وكمنظومة سياسية لا أبرر هذا على الإطلاق ولكني ألتمس له العذر إذا كان هناك ما يدعو لذلك فإني هنا أقدم المصلحة الأمنية على أي اعتبارات أخرى بما فيها الاعتبارات السياسية والحزبية والحقوق العامة حتى لكن هذا التبرير أستاذ صلاح أنا أضع ما هو المهم قبل الأهم على الأقل أفهمها من هذا الزاوية والضرورات بحال المحظورات نعم أستاذ صلاح إذا فرضت علينا ووضعنا في مفترق طرق إذا خيرت أنا ما بين الأمرين بمراراتهم لا أخترت ما هو أشد وضعة علي وعلى الوطن طيب أستاذ صلاح إذا ما صدر قرارا خير الأيام القادمة من قبل القيادة السياسية للبلاد تقاه مدير أمن عدن نظرا لهذه التقاوزات التي مارسها يعني تقاه حزب سياسي وقياداته ما الذي يمكن أن أتوقع من الحراكة القنوبة حينها ما بين أن أتوقع ما بين أن أأمل دعيني أقول أولا أني أأمل أن لا يصطدم الحراكة القنوبة مع سلطة عبد الرب منصور هذه فهذه السلطة وهذه الشرعية هي المستفيدة أصلا من الحراكة القنوبة ومن القضية القنوبية مستفيدة منها سياسيا وعسكريا وأمنيا وبالتالي أي عملية أقالة لشلال مثلما تم العيد الروس ومثلما تم العدل من المحافظين فالخسران هو السلطة الشرعية بدون أدنى شك فالحراكة القنوبية وخصوصا في المحافظة الأمنيا هو خسران أصلا ويناله الأذى ويناله التشويه والتشهير أكثر مما يستفيد منه وإن كان هناك تمت إفادة نعم أستاذ صلاح لكن أيضا الرئيس هادي منع من العودة إلى عدن والمفلحة أيضا منع من مارسة مهام في السلطة المحلية برغم أنهما ليس إصلاحيين وأيضا رئيس الوزراء يوم أمس تم مواقهته في طريقه إلى لاحق من قبل مجامع مسلحه ومنع من الوصول إليها كيف يمكن أن نفهم كل هذه السلوكية التي تتعارض بشكل مباشر مع السلطة الدولة والشرعية بقر ما نستهجين هذا لكن في نفس الوقت سؤال كبير ينتصب أمامنا ويقول أي حكومة هذه التي تعجز أن تتحرك المسافة واحد كيلو أي رئيس هذا الذي يعجز أن يعود إلى حاصمته وإلى مدينته هذه الدولة أستاذ صلاح هذه الدولة التي تسيطر عليها الإمارات على الأرض هذه الدولة العاجزة هي التي تسيطر عليها قوة الإمارات على الأرض ربما هذا ولكن يبقى الجنوب لا قضي سياسي ولا هدافه ولا طموحاته بعيدا عن صراحات الإقليم وصراعات صنعة ومنهم داخل صنعة ومنهم داخل رياضة وفي أسطنبول أنا أتحدث هنا عن القضية الجنوبية وعن الشعب الجنوبي عن قضيته وعن الطريق التي تلمسها أما صراع القوة الإقليمية وهذا يبدو أننا موجودين أصلاً في خضمها وفي وسطها وللأسف نالنا الكثير منها أكثر من ما ناله الإطلاح برغم موجود الإطلاح كسلطة بخلاف الحراك والجنوب طيب أخير من الشعب الصراح كان عيدة روش قبل قليل قد أعلن بأنه سوف يفجر مفاجأة يوم غداً 14 أكتوبر ما هي توقعتك لهذه المفاقعة؟ أعتقد أن المفاقعة ستكون مدوية أو كبيرة وفقد سمعنا كثير من هذا ولكن يبدو قد يكون هذا يقصد باب أن هناك قراءات ستكون متعلقة بنشاط المجلس الانتقالي القنوبي إذن أشكرك جزيل الشكر الصحفي والكاتب صلاح السقلدي كنت معنا من عدن كما أشكر أيضاً الأستاذ نبيل بوكيري الذي لم نتوفق بأن يكون معنا بشكل قيد اليوم أشكركم أيضاً أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة لتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدار وكافة الطاقم الفني لبرنامج في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر